دائما عندنا مشكلة نواجهة بالعقلية العادات التقاليد أو العقلية عقليات كثير من الرجال صعب تغييرها إلا عن طريق القوانين ونرى حينما الدولة تشرع قانون أو مجلس الأمة أو السلطة التشريعية تشرع قانون مثل قانون العنف الأسري أصبح هنا خلص العقلية لا محال الزامن سوف تتغير لأن هناك قانون قد يحبس الشخص المتهم في التعنيف فبالتالي لابد من وجود تشريعات صارمة جازمة وتحديثها حتى يتم القضاء على هذه العقليات التي تبرمجت على هذا الأساس والتي ما من المحال أن تتغير إلا بوجود نصوص مواد قانونية